يقصد العديد من الصائمين منابع المياه المعدنية المنتشرة بإنتيموشانتو التي تشهد إقبالا كبيرا عليها خاصة في الساعات القليلة قبل أذان المغرب التفاصيل مع كمال بوز عبيد وحميد عواتي ساعات قبل أذان المغرب يتوافد الصائمون على هكذا منابع طبيعية أين تجد الكل ينتظر دوره لحمل قنينات منه إلى البيت لتكون أول ما يفطرون عليها في النظر هنا نجوها أنا كل عام أنا رأينا دائما نجوها منها فيها تحويسها والمازين المانقي اللي أسمي هدروا الشعب وهذا النسل هنا رأينا نجوها نمره ونجيبه الوقت ونجدو المازين للدار ونجدوها لكل شيء الظاهرة التي يتزامن انتشارها مع شهر الصيام أضحى التغري الصائم بتنظية الوقت بالقرب من هذه الأماكن وأجوائها المنعشة بالإضافة إلى الظفر بمياه عظبة نقية ذات ميزة علاجية نعمروا المهنة بش نتلفل في الوقت تعنا في السيام ومليحة منظر شباب طبيعة كما قال لك قد شمليح نقي وصافي نعمروا هنا في شهر رمضان المعدم الناس تجي تعمر وتفوت الوقت وتستمتع بالمناظر الخلابة كما راكم تشوفوا مياه طبيعية يراها هؤلاء بعين تيموشنت أفضل بكثير من مياه الحنفيات وحتى من المياه المعدنية والتوجه لملء قنينات منها فرصة لتمضية الوقت والاسترخاء بعيدا عن ضوضاء المدينة